العالم تحت رحمة متحور جديد فبعد دلت الهندي ها هو المتحور الجديد المتفشي في جنوب أفريقيا يرفع مستويات القلق تتخوف منظمة الصحة العالمية من التحولات غير المعروفة الطارئة على هذه السلالة فتفارات الوافد الجديد من عائلة كورونا يصفها أحد العلماء بأنها مروعة بينما يقول أخرون إنه أسوأ متحور اكتشفوه المتحور الجديد يحمل أكثر من خمسين طفرة ثلاثون منها طرأت على البروتين الشوكي بل إن الأجزاء المسؤولة على الاتصال بخلايا جسم الإنسان واختراقها طرأت عليها عشر طفرات مقارنة بتفرتين فقط في متحور الدلت الذي اجتاح العالم ويكمن القلق في أن اللقاحات التي تم تطويرها حتى الآن قد لا تكون فعالة في مقاومة هذه السلالة ويخشى العلماء من أن تزداد سرعة انتشارها وتزداد أيضا قدرتها على خداع أنظمة المناعة البشرية هذه المخاوف دفعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث كيفية التعامل مع المتحور الجديد وتحديد مدى خطورته فيما سرعت بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى تحديث قوائمها الحمراء الخاصة بقيود السفر والاتجاه نحو منع الرحلات القادمة من جنوب القارات الإفريقية المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض رفع مستوى القلق لديه بشأن هذه السلالة إلى درجة عال جدا غير أن الأوروبيين تفاجأوا باكتشاف أول حالة من هذا المتحور في بلجيكا وكانت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا قد أعلنت تسجيل 22 حالة إصابة بالمتحور الجديد كما سجلت حالة أخرى في بوتسوانا وأعلنت هونغ كونغ أيضا تسجيل إصابة واحدة لدى مسافر عائد من جنوب أفريقيا تسجيل إصابة بالمتحور الجديد